نبدأ الصلاة الأخير نشر ما كتبناه في حكم تهنئة النصارى بأعيادهم أمر مطلوب والإنسان نرجو الله أن يأجره عليه حتى يبصر المسلمين بأن تهنئة النصارى بأعيادهم محرمة وأنها محرمة بالاتفاق كما ناقل ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الدم لأن المهنئة لهم هنأهم بشعائر الكفر كما لو هنأهم بعبادة الصليب أو هنأهم بأكل الخنزير أو بشذ الخمر أو ما أشبه ذلك فنشرها حتى يعلم الناس الحكم الشرعي وحتى لا يغتروا ويطول عليهم الأمد نعم فعل طيب ويؤجر الإنسان عليه إن شاء الله أما مشاركة في أعيادهم بالتهاني وصنع الأطعمة وما أشبه ذلك فإنه حرام وإن كان دون التهنئة ولكنه حرام أيضا ولهذا يمنعون من إظهار شعائر أعيادهم في بلاد المسلم ولا حل أن يظهروا شعائر دينهم في بلاد المسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر